نعود من جديد عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا يهلا بكم يهلا يحنين على الوسط أستيك نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعود لمطلع عليكم من أجل تشجيل حضورنا اليوم المتواصل المداومون باستمرار حتى نحقق الهدف حتى نسترجع حقوقنا كاملة مكتملة غير منقوصة فضلا وليس أمرا نرجو من الإخوان أن يدعمونا بالليك بالإعجاب ويفعلوا جرس ويبرتاجوا على نطاق واسع حتى يدعموا هذه القناة المتواضعة من أجل سد الطريق أمام الزلالم الكعبيين تريكة دي المخلفات دي الأبو صمون اللي صوبا الجميع اللي صوبا الجميع وسنتطرق لأن الزلال حامية فيهم البيضاء الليانات واليوم اللي كانوا بين جوق وقفتهما أمام أمام الوزارة قد طقبت إليهم وقد اتصل بهم أسيادهم من أجل تنيم عن المجيء لأننا فضحناهم وفضحنا الألعيب ديالهم لكما غاد الرفاق الرفاق أي الرفاق قال لك الصديق قبل الطريق الصديق قبل الطريق الرفاق لكما غاد اللي ولو تتخبوا وراء الكاميرات اللي تديروهم على رؤوس التنسيقيات باش ينفدوا الأجندة دي الأسياد ديالهم ولا التنسيقيات تحت الطلب سير كوموند بحل سي ساندويتش لو غيتي سي هادفة شي كسكرات ولا شي العيباء ولا شي ماك لا سير يعني تحت الطلب كم أساندويتش على بورتي تنسيقية تحت الطلب بمجرد الهاتف يرون تهزوا الهاتف ويشكلون تنسيقية بالهاتف بدون جمع عام بدون جمع عام بدون نظام أساسي داخلي بدون جمع عام لأنهم أزلام لا يعرفون كيف يفرقون بين الواو وعصات الطبال لأنهم كانوا يعني مريدين للمقابر يوم الجمعة من أجل جمع الشريحة أجلي جمع الشريحة الآن ولو تجمعوا الأضريفة ويدوها إلى ويدوناها إلى ديور الجامعة ماشي مشكلة إذن تقبط لكم الورقة اليوم ما جيتوش لأن كل شي بان ظهار وبانو عليه الأمان أيوة الزقالف أيوة الزقالف أيوة الزقالف يعني أنا مني كنا نقوله بأن تفريخ التنسيقيات بعض النقابيين الذين لا يكتمون الأسرار ولا يلتزمون ببنود ما تم توقيعه في محضر الاتفاق دير 18 يناير مرة يختبئون تحت بعض يعني الوسائل الصحافية مرسلين الصحفيين جلائل الصحافية إلكترونية إلى آخره ومرة بالإشاعات المغردة للرفاق أول آن أعطوهم واحد توجيه أنهم ميجوش اليوم وميجو تنعار 22 23 24 22 والفوق وهذه المرة نبهوهم أنهم ميجوش أمام المواريد البشرية حيث ستكون هناك لقاءات يوم 19 21 22 23 من أجل المشاورات الهروب إلى الأمام أي مشاورات أش من المشاورات بقيت أش من المشاورات بقيت كل شيء انتهى كل شيء ان انتهى والبرمجة الزمني دي الحوار القطاع اتفاق المرحلي بدأت نهار 9 مارس وانتهت يوم 25 يوليوز 2022 فهدوك الزلالم اللي كانت يغيبوا بالصغور وبالضغور وتهمشوا يقضوا الأغراض ديالهم يعسوا عند 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 نسابهم ويدوا نساباتهم صاخيات نساباتهم فهدوك متى لا يقشعون شيئا أما نحن فلنطنطلين علينا هذه الحيال وفعلا ما نقوله يؤكد على أرض الواقع والآن قالوا ليهم هذه النقابات اللي مقعب مقع مقع يعني الهدنة والسلم الاجتماعي مع النقابة تدفعوا بالرفاق اللي دينا تدعوهم على رأسي التنسيقية باش يبقوا متحكمين فيها وباش قالوا لك يديروا اللي هم يعني الحلول المتاكرة و المذكرة الموحدة مذكرة الموحدة دي الغير مستكملين للآن والذي يقولون ضحايا الضحايا هم ما فهمين تزفتم ضحايا الضحايا تزفتم ما فهمين ايش تتعنيها الضحايا الضحايا فهم دائما تيعطوكم شيء شيء عبارات فضفادة غاقابلا للتأويل بدون وضوح كعاداتهم لأنها مغربش عليهم مش شيء ولكن نحن تنفلو لكم الناموسى من بعرورتها من بعرورة ديها لا تنفلو لكم الناموسى أما هذو الزلال مجلسين تضحكوا عليهم والاخرين تضحكوا على المستغفالين أصحاب جيل قيمش ريمش أصحاب الناموسى أصحاب الناموسى تريك اللي خلالين أبو صابونا اللي تبعوهم الأزلام فمزبلة التاريخ تنتظركم ولا يهمون أمركم هذ الزقاليف اللي كتروا الآن مات فيهم البيضاء بعد ما تم تسريب نهار الجمعة وحنا كنا عارفين كل شيء قبل مسبقا لأننا ما عمرنا أبطلنا ولا تغيبنا على شيء حلقة من حلقات المسازل المكسيكي نهائيا فعلى كل حال تم تأجيل هذ الوقفة دي اليوم قال لي يوم نهار الأسبوع الأخير يعني نهار 22 23 23 الجمعة قد جي 23 وما كنين من 20 19 21 22 23 سلسلة تقول لهم المشاورات على أي مشاورات نتحدثون نزل المرزقالي في مفاهمين وقرارات القرارات دي المراسيم التي ستنزل وتكون وتؤجر تقوم بالأجراء دي القفاق 18 تم إقراره والآن ينتظرون ابن موسى من أجل الإعلان النهائي والتوقيع النهائي الذي لن يكون إلا بعد الأسبوع الأخير لأنهم رابدات الجرجروا فيه وهذا شيء كل شيء الجرجر السبب دياله هو النظام الأساسي الجديد الذين أخلفوا بالموعد ديال التنزيل دياله اللي كان هو 27 يوليوز 2022 وداروا الحجاج كانت جاهزة وهي أن النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض الملفات التي لها علاقة بالحوار الاجتماعي كانت بقى ما تنزلتش وذلك كان معيبا لأن جميع القرارات كانت جاهزة عندك الدليل على ذلك أنهم بمجرد ما دخلوا من الإجازة الصيفية ديالهم اللي مش بتمتعوا فيها لقوا المراسيم على الطاولة على المكتب ديال رئيس الحكومة وفي أول مجلس حكومي تم توقيع جميع المراسيم 12 مرسوم باش يقوموا بأجراءة الحوار الاجتماعي القطاعي المركزي و 15 نص قانوني من أجل تنزيل الحوار القطاعي انتهى الكلام ولكن المريدين ديال البعض فإنهم يعني لا يصدقون إلى ما يملى عليهم بدون تفكير بدون تحليل تابعين الزلام لا يفكرون أبدا الدليل على ذلك أنهم كوسالة كوسالة في كل شيء حتى في النضال أنصاف المناضلين الأنصاف التي يجو تنص وتوقفوا بحالة دوك اللي ممكن بلنش قريتهم أنصاف الرجال إذن منين سنبدأ؟ كل كمز سنبدأ؟ ومنين سنبدأ؟ نبدأ من حيث توقفنا إذن الأمور اللي كانت أنها دوك اللي كانوا جاءوا ودعوا تاكمل كل شيء رئيس الحكومة أرصد ثمانيات المليار يعني من أجل صرف المتأخرات ديال الترقيات المصحقات ديال الترقيات اللي توقفت من ألفين وعشرين تخص الرتاب درجات التعويضات لا ما تبقوا كينش وعدنيتين بيقولك الرتاب درجات تعويضات وامتحان الكفاءة المهنية كذلك كان معروف بأنه ستنزل قبل منتصف الشهر ومكن نشعر فين بالضبط ولكن قبل بربعية معرفنا بأنه مهار الخميس ستنزل ستخرج النتائج وفعلاً اجتمعت لجنة الامتحانات لجنة لجنة الإدارية متساوية الأعضاء وقامت في البت في النتائج النهائية لجنة الكفاءة المهنية وفعلاً خرجت اللوائح صدرت وتنشرت النهار الخميس اللي فات يعني ثمانيام شو تنبر بالتزامن معهم بحالة يضربوا خط زناتي بحالة شافت لهم الشوافة اللي شافت الاخنوش الفين واسطاعش من قاتله في الفين وواحد وعشرين ستكون فعلاً كان عرفها ممتازة عندهم تم عرفين ممتازين يمرروا لهم في داك في المنام أنه ستكون هناك اجتماع ديال اللجان إدارية متساوية الأعضاء وأيضاً النقابات ستلتقي مع هذه اللجنة اللي تقولوا اللجنة التقنية المصغرة لإعداد النظام الأساسي وتيجوا ويقولوا لهم تبدوا وعاودوا لهم داك الشي اللي دا سبعمائة ألف سنو ديك النقاط الخلافية أو الملفات الخلافية عفواً النقاط الخلافية التي تم يعني تدارسها إش من تدارس باقي؟ إش من تدارس؟ تدارس يكون داخل اللجنة التقنية والموضاعاتية هاد اللجنة التقنية والموضاعاتية أنهت المهام دياله نهار 25 جوية 2022 تمق كمال كل جين إذن شمنت الشهور باقي؟ قولوا لهم بأنكم تقومون بإعداد جدول الأعمال ديال الحوار القطاعي المقبيل لغين طالق في الجولة الثانية ديال الحوار الاجتماعي ولا علاقة له ب الملفات المتضمنة داخل داخل الاتفاق المرحلي دياله 22 أو غد كونوا يعني بعض الملفات ماشي كل شي الملفات بينها إذن بعض الملفات تم تأجيلها إلى الحوار القطاعي المقبيل من بينها هادو اللي قالوا له خرجوا لي هم دركا بهذاك الزفوطيات ديال ضحايا الضحايا ومفاهمين والو إيش أنت تعني ضحايا الضحايا والكثيرون يتساءلون وحامية فيهم البيضاء بغي نعرفه شكين وش نقول لكم شكين 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 اعلم الله شكين إذن السؤال العريض الذي حير الجميع تنعرفه احنا أن اللي تيبغي يوقف تيبغي يوقف ويحتج أو يقوم باعتصامات تتكون أمام الوزارة ديال باب الرواح لأن هناك كين الوزير اللي هو المسؤول اللي هو اللي يتخذ القرار هو المسؤول السياسي هو اللي يتخذ القرار في حين أن المواد البشرية يتنفي تقوم بالأجرة أو بالتنزيل ديال كل ما يقرره الوزير والمراسيم إلى آخره إذن كيفاش تعلموا واش عندهم علم غيب بأن كينين هناك لجان وخصهم يجو أمام الموارد البشرية وما اكتفاوش غبي ذلك تنعرفو احنا أي اقتحام ديال المؤسسة فلا بد أن يكون هناك يعني واحد واحد تدخل ديال المسؤولين في هذه المؤسسة من أجل طلب المساعدة هذا الشي اللي مكانش بالعكس دخلوهم في وسط الجرداء وقلسوا مع رؤسهم وبيتو تم والمسؤولين سدوا ومشاوا لناسوا هانين إذن هناك تساؤلات إذن واش هذا الشي كانت فيه حاجة واش كانوا يعارفون أن هذه المسألة غير شكلية وأنها غير لتأتيتي المشهد وبقى النار التحاجة مكيناء وفعلان مشاوا في حين أن مني تكون شي وقفة أمام الموارد البشرية فغا واحد يكونوا لجو جديرين وقفة وتتسلسل تديروا السلسلة للموارد البشرية في حين رتنشوفوهم قالوا لهم غير ما توقفوش أمام باب الروح وصيروا العير فهان ثم ما شايفكم حد ووقفوه بس مع ابنهار ومع العشية باتوا وتمها الدنيا هانية سوف تديروا الأصداء على يديك اللي يخليك وفعلا ذاك شي اللي ك إذن شكل كان متوسط شكون النقابة اللي كانت يعني متوسطة في هذا الشي هذوك اللي تترأسوا هذوك التنسيقيات هم تابعين لأي نقابة شكون هذو النقابة اللي ما تتلتازمش بالبوند ديال الحفاظ على سرية الجالسات وتتخرج الأسرار في حين أن الوزير قال ليهم ما تخرجوش الأسرار حتى يعني الإعلان النهائي على الاتفاق ديال 18 يانير الذي سيتمه يعني توقيع الاتفاق النهائي اللي كان سيكون فيه منتصف الشهر والآن ما سيكون حتى نهاية الشهر لأن منتصف الشهر هذا التصريح اللي بغي يدير بن موسى فهو من أجل فقط الإعلان عن خارطة الطريق ديالإصلاح لمنظومة التعليمية والملفات التي سيتم التطرق إليها في الحوار القطاعي المقبيل ديال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي يعني تتخص الحوار الاجتماعي في جولته الثانية ولا علاقة له بأخارة الطريق الذي قام بإعدادها وتوقيع المحضر الاتفاق ديالها في 18 يناير لأن هذه الخارط الطريق الأولى ستسدت في 25 جويق 2022 والبرمجة الزمنية ديال الحوار الاجتماعي ديال الحوار القطاعي والمناقشة والدراسة ديال الملفات فئوية الملف المطلمي في شميلة اللي فيها 27 ملف فئوي بدأ نهارة سعود وطبعا وإعداد النظام الأساسي هذي كل اللي جاء سواء التقنية والموضوعاتية والبرمجة الزمنية كلهم بدأوا في سعود مارس وانتهوا في 25 جوية 2022 وكان محددا أن في 27 جوية سيكون هناك توقيع المحضر الاتفاق النهائي وتنزيل النظام الأساسي إذن تم الإخلاف بالوعد وبالبرمجة الزمنية علاش؟ لأن النظام الأساسي له انعكاسات مالية وعنده علاقة بالقرمومة وبالتكلفة المالية وبالتالي فغيبقا أو يجعلون مشاورات ما مشاورات وهما تديرون لكم شكلة في العكلي خارطة الطريق اللي أراها كملات هال 25 جوية هذي اللي غينطالق إعداد جدول أعمال ديال الحوار القطاعي المقبل ديال الموسم الاجتماعي أو السنة الاجتماعية الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين اللي غا تكون المخرجات الإعلان عن المخرجات ديالها وتوقيع الاتفاق ديالها في الحوار الاجتماعي اللي غا يكون في نهاية أبريل الفين وثلاثة وعشرين إذا السنة الاجتماعية الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين مع عندها opened وعند آouth ديال 18 يناير الفين وثلاثةкий ونشوف المشاورات تاني سيرت والنظام الاساسي لن يكون جاهزا الا في نهاية ديسمبر الفين واثنين وعشرين على اساس ان كل شيء هذك اللهم غيتنزل ابتداء الملفاتح يناير الفين وثلاثة وعشرين والميزانية ديالهم يلا غد يبدو رئيس الحكومة لاول مرة غد يقوم باعتماد الميزانية ديال الفين وثلاثة وعشرين افعا وشين خمسة وعشرين اذا الملفات المطلبية هاد الحوار القطاع اللي غادي اللي غادي يبدو دابا من بعد الجولة التانية هذك ديال عام كحو ورغدو ديال عام كحو ورغدو لان البرمجة ديال الميزانية غد تكون الفين وثلاثة وعشرين ربعة وثلاثة وعشرين انهم غالين دائما مع نهاية الولاية واتشرا قلنا احنا في شهر تسعود ديال العام لفت من الله بدت انتخابات قلنا لكم رب من يخرجوا في ذاك البرنامج الانتخابي ديالهم وفي هذك الشي الحملة الانتخابية اه تقول لكم را غادي نزيد ما غادي نزيد مقول لكم ما ما تقولش كون في افوق الفين وثلاثة وعشرين لان هما تيجو دائما ويلو الموصلين وطيسكتو تيجمو وطيطو تيجمو وطيطو اذا انا قدركن انتبهوا قلوا اليوم تصيرو تاني تتجتامعوا را غا تكون ليجان ولكنها بالخطرة متجوش باش ما تفتحوناش متجوش حتى ما ويلد بشرية غا تمشو الباب الروح ونحن لكم دائما بالمرساد ايوا الزلالة لكم بالمرساد وهذه القناة كما فضحنا الاسرار اه عفوا كما فضحنا التلاعبات والتجاوزات والتحرميات والتشاليب الذي تم في العصور الغابرة البائدة سنكشف ونعري لكم عن هذه التنسيقيات لتشكل بدون جمع عام وتشكل حسب يعني وفق الطلب بالتليفون من بعض الذين لا يفقهون شيئا وبالتالي فأي تنسيقية تشكل والنقابة فهي غير قانونية وهذه التي تمثلها فهم غير قانونيين لانهم ليس هناك اي جمع عام ولم يقرأ على الجمع العام القانون الاساسي والقانون الداخلي الى اخيره وينتخب رئيس التنسيقية يكون منتخب واللينا تنشوفوا رؤساء تنسيقيات معينون بالتليكوموند وبالهاتف وبالتالي بدورهم يقومون بتشكيل تنسيقية من ثلاثة دسقالة والاربعة بالهاتف افشلنا لكم الوقفة ديال اليوم وغادي نفشلوا لكم الوقفة لدعوكم لها قدموا لكم الدعوة لها باش تقوموا بوقافة تاني يوم اتنين وعشرين تلاتة وعشرين ربعة وعشرين لكم دائما بالمارسات اذا نكتفي به القدر لالفيديو اطوال ضحايا الضحايا وهو هذا الملف اللي غادي سكتوكم به العظم اللي غايعطوه لكم تقود كردو فيه تاني وفي اخر المطاف غادي ديروا صبيعكم في العوينة صبيعكم غادي ديروه في العوينة محتراماتي الاخوة والاخوات الاحرار والحرائر الذين نقننهم جميع التقدير والاحترام ولكن انعرف السبب بطل الهجب وضحايا الزنزان التاسع ضحايا المادة مية واثنائش لتقاعده من الفين وثلاثة وثلاثة واربعة وثلاثة وهم الاوائل وهم من لهم الاسبقية والاولوية وغادي نقول لكم لماذا في الفيديو المقبل وسنتطرق الى ضحايا الزنزان العاشرة خريج السلم التاسع لغا يكون ضحايا الآن لغا يكون ضحايا ضحايا فتح باب طرقي الدرج الجديدة كما كنا نحن ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا لفتح باب طرقي الى الحاضي عشر في الفين وثلاثة واننا وان غدا لناظره لقريب انتهت اللعبة the game is over تحية نضالية للأحرار والحرائر فقتل غير اما الشلابية الحاسة البحلاسة فليدهابوا الى الملاسة ولا يهمون امرهم وفضلا وليس امرا رجاء الاكتار من الاعجاب يسد طريق امام الزلام الذين يقومون بالسينيال وبالديزلايك فصبعكم في دبروركم ولا يهمون امركم وكتروا من الاعجاب لايك بارتجوا على نطاق واسع وفعلوا الجرس لتدعموا هذه القناة التي ستفضح المستور وما خفي اعظم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله يعني الله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده الذي يعني تتبات في شين وتتصبح في شين وتحية نضالية ولن أعود معكم بعد حين شاو